فكشفت مصادر أيضا أن حجم ما يهرب أسبوعيا من العملة الصعبة يتراوح بين 100 إلى 250 مليون دولار نصفها على الأقل يذهب إلى طهران نوهت إلى أنه بالرغم من اعتراض بعض القوى الشيعية لكنها تعرف بأنها لو استمرت بالرفض فليحصل العراق على الدولار والحكومة ستسقط حيث واجهت الحكومة انتقادات لاذعة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ارتفاع أسعار الدولار والسلع الأساسية وبدأت تحذيرات من ثورة جياع وضفت أن بعض الأطراف أطراف الإطار وافقوا على تنفيذ مطالب واشنطن طمعا في تبرير قضايا أخرى مثل الحصول على مناصب إضافية من الحكومة أو مساومة جهات أخرى داخل التحالف الشيعي